تتجلى أهمية هذه الأمسية القانونية التي ترغم تكوين السيدات والسادة المحاميات والمحامون بشأن سبل الانتصاف وحماية حقوق المتقاضين من منطلق الاعتماد على المواتق الدولية لحقوق الإنسان لذلك فمحاور الندوى تمت من خلال وضع مجموعة من المقاربات القانونية التي تهم حقل المواتق الدولية لحقوق الإنسان من أهم النقاط التي أشرت إليها هو أن اليوم بفضل دستور 2011 وخاصة المادة 133 حول الدفع بعدم دستورية القوانين التي يعتقد المتقادون وخاصة المحامون أنها ضد الحقوق والحريات المنصوصة عليها في الدستور هذه قضية الدفع الفصل يتيح للمحامين أن يعملوا على ملاءمة القوانين الدولية القوانين الوطنية للقانون الوطني وذلك أولا بأن يطلعوا جيدا على محتوى الحقوق في التفسير الدولي كما تفسيرها الأجهزة الدولية والمحاكم الدولية وكذلك أن يرصدوا التشريعات التي لا زالت فيها مقتديات مخالفة للدستور والحقوق ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر